السؤال اليوم اللي هو مطروح تقريبا تطرح فيه أكثر من محطة والكل مستغرب من موقف أبو مازن فيما يتعلق بلقاعة ساير في غزة أنا مش نقول كلام ذايا اللي هو محسوب على اللي يدرب القوات الأمن الفلسطينية اليوم يقول أنتم يا رجال فلسطين لم تأتوا إلى هنا لتتعلموا كيف تقاتلون إسرائيل الكلمات هذه ليست من وحي الخيال كيفما قلنا كلمات جنيرال أمريكي كان مسؤول عن تدريب قوات الأمن الفلسطينية ولاحقا أصبح يوسف بأنه صانع عقيدة أجهزة الأمن الفلسطينية التي تحمي إسرائيل ولا تؤمن بالمقاومة المسلحة والسؤال المطروح أين الضفة الغربية أو أين سلاح الضفة الغربية لماذا لا يتدخل لحماية الفلسطينيين في تقرير صغير للأجي بلوس نسمع مبعضنا في دقيقة جزء من تقرير ذاتهم نرجع للتعليق مع سوفيا مفرحاتها أكثر من ستين ألفا من العسكريين الفلسطينيين بأسلحتهم وذخائرهم وألياتهم لا يشكلون أي تهديد للاحتلال الإسرائيلي على العكس فهم بشكل أو بآخر يحمون إسرائيل من أي خطر محتمل فكيف استطاع الاحتلال تجين سلاح الضفة الغربية في حين نجحت غزة في التجهيز والإعداد من البندقية حتى المسيرات ومضادات الدروع محمود أبو لبن شاب فلسطيني قتل دهسا بمضرعات الأجهزة الأمنية الفلسطينية أثناء تظاهرة غاضبة في رامالله بعد مجزرة المستشفى المعمداني في غزة بشكل عفوي وفي مشهد غير مألوف استطاع محمود وغيره التجمهر في مدينة رامالله معقل السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية قبل أن تقمعهم أجهزة الأمن الفلسطينية أول سؤال خطر ببالي عواصم العالم من نيويورك إلى كوالا لمؤور مروراً بلندن وإسطنبول وعمان نظمت تظاهرات داعمة ومتضامنة مع غزة فكيف تقمع تظاهرة في رامالله شقيقة غزة؟ بل السؤال الأهم لماذا لا توجه مركبات أجهزة الأمن الفلسطينية وسلاحها ضد الاحتلال الإسرائيلي؟ هذا السؤال اللي معناتها الحب نوجهه ولا كيفش نجمه نقرأه سوفيان معناها اللقات صغيرة غريب نوعاً ما هو شوف هو الصلاع اليوم بين عباس اللي هو أسير لدى الكيان السهيوني والقيادات المتملدة ضد منظومة ما تبقى من أشلاء اتفاق أسلو دينو عباس كيفاش ولا ليسه؟ بعد ما نهى الظروف الغامضة اللي استشد فيها رئيس سياسة عرفات وليس عرفت عليش مشاهل رملا بعد اتفاقية أسلو ثم اتفاقية أسلو تم قتل أسحاق رابين اللي أمضى عليه الاتفاقية من جنب إسرائيلي من قبل متطرف إسرائيلي صهيوني وبالتالي اتفاقية أسلو مشيت وهو قاعد ساكن في الوطيل غاديك عنده وقادين يوكلوا فيه قادين يوكلوا فيه وكما انتي ابديت بالجونال الأمريكاني قالوا منتم هنا عندكم مخارب لكن مش ضد إسرائيلي يعني مش تعملوا ضد الفلسطينيين مش تعملوا ضد شكون لأنه ثم غاديك الشعب الفلسطيني وثم المختصبين الإسرائيليين إذا كان انتي قوى أمنية ومعندك حتى صلاحية تجاه الكين الصيوني يعني انتي عندك صلاحية تجاه شعبك وهذا جسد في البرتلاج وين نقولوه معنىها شاب استشهد تحت رساس حماية عباس النفس رئيس عرفات كان رئيس أكبر فلسطيني اللي هو فتح حركة تحليل فلسطينية فتحت أسة ثلاثة تحليل فلسطين وأسلست معها منظمة تحليل فلسطينية لكن منظمة تحليل فلسطينية دخلت فيها عديد الجمعيات وعديد المنظمات منها جبه شعبية لتحليل فلسطين واللي انشقت عليها جبه شعبية القيادة العامة واللي انشقت عليها جبه ديمقراطية لتحليل فلسطين ومنها كذلك معناها الحزب التحليل الفلسطيني منها حركة تحليل فلسطين منها طلائع فلسطين منها أبطال العودة منها الشباب السائر يعني مجموعات عديدة دخلت منظمة تحليل الفلسطينية ولئيس عرفات كان جامعا بينهم كلهم ولغم انه اكشد انسان كان ينتقده هو الحكيم شارع حباس اللئاسة شبه السعبية لتحليل الفلسطين فانه عرفات كان يقبل حباش من رأسه وصار هذا في مؤتمر على الدولة في الدائل انا كنت حاضر فيه عام سامية وثمان 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 وفي نفس الان فانه جورج حباش يعني حتى من بعض الناس اللي كانوا معها كما بسام ابو الشريف خرج من جبه الشعبية ولا مستشار الرئيس عرفات تخلى الفتحه لولا مستشار وقدم اول وثيقة سنة تسعمية وثمان وثمانين يطرح فيها سبل التفاوض بعد انتفاضة الاولى وصميت وثيقة مزنى ابو الشريف ثم فيما بعد لما الحركة الاسلامية تطولت واصبحت حماس الرئيس عرفات كان يكنوا لشباب حماس والقياداتهم معناها عطفا خاصا وشوفناه حتى في الصورة الشهيرة وانه قبل رأس الشهيد الشيخ يسين اللي اختلوا لانهما اختلوا الانتيسي واختلوا يسين واختلوا عديد القيادات التاريخية لحركة حماس وبالتالي الان وقت اللي اتحولت الماركة الى ماركة تحليل جديدة ويقودها شباب من الفصيل حماس يمكن هو اهم فصيل من المفروض وانه يزعو الى عقلية منظمة التحليل الفلسطينية وهو الدفاع من الارض المسلوبة واندفاع الفلسطين وعلى قل مشاندة المقاومة يعني لما تشوف انت شباب في الظفة الغربية يعني ايضا يا ابو اوبايدا طول طول اخصف معناها طل البيب ولا غير ولا ملا يعني معناها رئيس على حتى هو لو ابو ماذن لو معندوش خطابة كبيرة على انا عرف كقولك جورج حبش الحاكم كان كيتكلم كم عبد الناصر عندو خطابة كبيرة يوصف نفسه بالحيوان اي ماهلش حتى يتكلم هو كيك التاريخ نختاروها على خطر ولي مش ويبكي معناها خليل الوزير بالكزامبل اختلوه ولا كان فاروق القدومي خليل الوزير هو بو جياد ولا ابو اياد وإلا بالكزامبل جورج حبش ولا نيف حواتم ربي التول في عمره ولا طلعت يعقوب ولا تيسير قبعة وإلا بالكزامبل حتى ابو نيزال مروان البرغوثي ابو نيزال حيدر عبدالشافي حنان عشراوي لكلهم لما يتكلموا لذوان ابو عياش لكلهم لما يتكلموا عالم لكن انت لك في مرتبة رئيس ما تبقى من الدولة الفلسطينية يتكون انت عن ثمانية وثمانين وانت الان يعني كما قلت تشبه في روحك بالحيوان وتستجدي في الصهاينة وعندك ستين الف مسلح على قل يا خي انت مك الدولة الفلسطينية فيها غزة والكتاع هكا ولا او دويلة او شبه البلدية هذية المعزولة على قل الزمن مع أخيرك في قتاع غزة لانو سمى قتاع غزة وسمى الزفة الغربية هم موجودين كان غادي والزفة الغربية يعني مقذمة بكلها يعني مفروض الفلسطينيين يكون عندهم تلاثة واربعين في المية تبقى لتقسيم سبعة واربعين القرار مية وواحد وثمانين أمم المتحدة ما عندهم طوى كان تسع في المية بما فيها غزة وما تبقى من أشلاء متناثلة ومقسومة ومعزولة وفيها حائط عنصري لعملته إسرائيل وتقسيم وتشتيت المشتت وتشتيت المجازة اليوم على الأقل أخلاقين الزامن مع هؤلاء الشهداء مش تكون من أول المهلولين تندد بما أسميته اعتباطا عمليات إرهابية يوم سبعة أكتوبر الفين وثلاثة عشر وهي كان تندد فعل يعني زمام المبادرة لما كان عند اليهود الصهاينة لكن اللي رجعوا عليهم يعني وشفت صار في القدس الشريف وشفت صار في قبة الصخرة وشفت صار في المجد الأقل يعني ردة فعل هي هذيك على لي قاعد يسير وبالتالي الحق اليوم سقته كبيرا وأنا الأوان وأنهم يعنوا نهاية أصله نهائيا وأن الرئيس أما يلتحك بغذة أو يلتحك بالمهجر خلي هذي veto مفارقة غاديك مدامك أنت موجود غادي مدامك تشرع لسه هنا بشي يقول للعالم رئيس الدولة الفلسطينية يعيش عندنا وبالتالي ماكتعرف صحينا شي يعمل يجيوا يعملوا مذبح تسابرة وسطيرة وبعد يعملوا كوميشون أنا عندي حتى الكميشون نص متاح كوميشون كهان يعملوا كوميشون يقولوا لو ثموا جميع عملوا تجاوزات وقتلوا وبعد يوليوا منتصرين ويقول لك آه اسرائيل ديموقراطية يعني يوليوا عندهم نبرة انتصارية في أنهم عملوا حملة عملوا لجل التحقيق في مذبحة عملوها هومة يعني خبث رهيب جدا هو يدعو مشان الله انتفذوا بسلمية انتفذوا بسلمية مشان الله ازرعوا التفاح ازرعوا الزيتون كي بربي مراجيخ مشان الله نهار سبت امشي وعملوا بنانا ماشتا بنانا ولا ولا عملوا بوم يعني نبرة كوار بين سوت عرفات اللي كان يزعزع اخنسيت سوار عرفات لما محاصر في بيته والجلود السلاحيليين في داره يحبوا يقتلوه هو صامد سبتين والمصيبة وانه قدامه وانه الكيان السهيوني التجنيد اوبليغاتور لانتساور جالي ايه التجنيد اوبليغاتور اوبليغاتور وهم نفسهم ورفع السلاح اليوم ويفرقوا السلاح ونتي تدعي ولا ايش وانهم يفرقوا السلاح على مواطنيهم المستوطنين اي وانتي فيش تحكي المعنيها وسمى سورة عداها الريش الصهيوني هالنهارين بتعمرات لضع في ولدها شادة بي بي وعنها ام سيكستين وقالوا انها ترضعوا ابنها لكنها مقاتلة هي مستوطنة يعني مختصبة لو كلمة تستيطان واستعمار ولاي كلمات معناها مخدلة وكلمات غادلة هي مختصبة هي مختصبة وليست مستعمارات لانه الاستعمار فيها كلمة الاعمار هما الخراب مستخربات اكثر منها مستعمارات يعني اليوم هما يقولوا هاكا وانتي تدخلوا ليه يعني مرة صدقاش بيني بينواحد يعني كتبت قلت لتا جويف قالي كفاش تقول لتا جويف قلت هو يقول لتا جويف قالي هو عنده حق والتي عندك شخص هكذا هو يقول لتا Nuebellar هو يقول انا الدولة اليهودية مثال تو ايلا شيء هوسمى لوح الجمهورية الاسلامية به يجي يقول المركة المغربية الجمهورية التوصية الجمهورية الروزائلية الديمقراطية شعبية والجمهورية الاسلامية لا معذكش الحاق لا هو يقول ل Är هودي يقول ki диواحي يروحي وہدي هاي هو انتي تقول لها وانتي كتقول�� هو يقول هو لأنه فيكتيم هو لأنه مسكين خطوة أسمع له في الوردينج سمع مشكلة كبيرة دوق اليوم آن الأوان وأنه الرئيس أبو ماذن ينقذ ما تبقى له هو كتاب كتبه الشهيد غسان كان فني اسمه ما تبقى لكم ينقذ ما تبقى له الشهيد كان فني لو اقتلوه عن 73 في صيده هو بنتهوه حتى لو قم لصهاينة وكان من قيادات الكبيرة يجبها شعبي تحليف فلسطين وكان للسامن وكان أديبا وكان معناها كما تلع ناجي العلي ولا ناجي علوش اليوم ما تبقى لك بش نحترموك نقول لك سيادة الرئيس وأنك على الأقل تخرج من هذه اللعبة ستون توبينيخ ستون سوريسيخ أنت الآن في موقع الفقر الفقر في المسيدة فاخرج كأسد من الجب ولا تبقى فقرا في هذه المسيدة علاش على خطة التاريخ لا يرحم واليوم كنا نحكيه بكلي على معناها ليفي باليستينا ونشوفه في موجة التعاطف وحتى ناج من اليهود وحتى بالحركة السيونية ولا يقولوا لا ناتنيه هو سبب المصيبة وانتي تقول لحمونا يا جماعة كنا عندك حيوان ما بتلحمو لا ما هو وقت اللي يكون في خلاف مع حماس رفعت البنادق وشفنا وأنه دام سالبيناته دام سالبيناته موسات انتخابات عام الفين وستة وانتصلوا جميع تحفتح في كتاع غزة في العمالة وانتصلوا حماس في غزة انتخابين علما وانه فتح تاريخين غزوية والجبه الشعبية وجبه ديونقلتية تاريخيا من ظفة الغربية وخفة الغربية مثال جورج حبس من بيت لحم مثال ظفة بيت لام ودي حدات كيف كيف هالي الهندي كيف كيف ناف حوتما كيف كيف ناصرة هي معقل زادة لجبهة وكذلك اغلبهم تقافيهم جزء كبير من المسيحين نظرا انه ظلية الترنسية نتا ضد المسلمين ضد كل الديانات فيها المسيحية وحتى الهندوسية في كتاب المقدس الطاولات المتعان هذا يقولوا هما كتاب اللي ربي قال لهذه الضدمة عدم تانا وعندهم كذلك ضد مسيحيين ضد المسلمين وبالتالي هني هدي ودي حداد هنا في حواتما وجود حباش مسيحيين يعني في حلك ألي ألي حلافي يهودي لكن هو زي خلدي كان عند الريس هذا عباس شبه لكس بلدية يعني هذا يا ألي حلافي قالوا له انت المعادل السميع يعني شو بصراحة هني يقول له أنا سيد الرئيس تحب نقولك سيد الرئيس أعرف كيفاش تخرج كانت حب تقعد غديك ولكن دخلت من باب اغدالة احنا في تونس نقوله باب اغدالة رأوا باب اغدالة وباب اغدال يخليك ديما في التاريخ في باب الغدل وفي باب الخيانة وفي باب كذلك هاتهون في قضيتك الوطني اه اذا ما تنصرواش اخواتكم وانا اه ترحنا ذالي انه فما شابة فلسطينية او طفلة فلسطينية اللي تقول تتكلموا على العرب وينكم الفتحويين في نصر اطفال فلسطين الحبيبة الجريحة المغتصبة في غزة رب ينصر المقاومة ورب ينصر المظلومين في العالم ان شاء الله كل صباح يكون صباح فلسطين الابياء وصباح تونس العزيزة المتضامنة مع هذه القضية شكرا لكم على حسن المتابعة شكرا للمديني اللي كان معكم في الخراج الرقمي والتقني شكرا للمشاهدة نتلقى ان شاء الله بداية الأسبوع القادم دم توفيا مل الله